بو هلا و الله يoman رحب أول جميع شرعكم مدخل حماسي ولا غير حماسي أحسن؟ نحن ذاين نحن نسوينا ويرج سوينا وايد أشياءผ المدينة الший بداي عنا كثافة سكانية womمكن تكون بستاندت Rape كانت قاعد اخطت و expenditure هنا عندتي مصانع ف ما بقى حطي هنا بيوت بالضبط بيني صراحة بس أفكر أن نبدأ البيوت من هنا ونتسلسلها نوصلها فيها البيوت ونحط فيها مجموعة خدمات يعني كيف مجموعة خدمات هنا هاي المنطقة بنحط فيها جامعة جامعة لها الاعتبار حلو الحين عندي واحدة من أسباب الزحمة قلة المواصلات بنحلها الحين هنا بنحط منطقة تجارية عماير اللي هي بنسوي لها الزون عادي بنسوي لها منطقات تجارية يعني مباني كلها وتجارية ومباني شركات صناعية واللي بيكون عندنا الاي تي كلستر مالنا طبعا نروح هني نحدد آآ لا لا ما أحب يوم تيستوي بنكمل البيوت من هل اتجاه هني عندنا منطقة تجارية صناعية لو اني نضغط هني بس شوفون شي اسمه في العماير هاي اللي هي وين سارا مش هني ما احب يومي اوفيس اي تي كلستر آآ اوفيس سوو البلدنغز لا لا ننبق اوفيس سبيلزايزايشن لا نبق اوفيس سبيلزايشن منزين وهني نور زين زين لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا السهل الهن سوفيشينت هذا هني راح نسوي حديقة وكل واحد منهم ترى مشروع بحد ذاته على فكرة مزين قاعد اخطط لكم المشاريع اليايا قادما هني بنسوي حديقة بالطريقة هذي تحت المباني هذيك اوكي هذا المتفق عليه هني يمكن اسوي منطقة اشجار صناعة شجرية بس يعتمد على الموارد الموارد يمكن على غلب خلنا بس مبند الزونز زين ونشوف الريسورس ما اطمئنا ما عنا هني موارد شجري ممكن الموارد الشجري يكون هني وممكن ترى نسوي بعد ريسورس بس الحين ما اقابل فاتفقنا انه هني يكون مكان سكني زين في القلب ولا في القالب ما له شو بيكون بنسوي كالتالي هذي اربع شوارع اللي قاعد استعملهم اخر فترة زين بنسوي هن من هني لين هني اكس ومن هني لين هني اكس ومن هني لين هني اكس ومن هني لين هني مش اكس توصيلة يعني وبنهدم الشوارع اللي في الوسط الا حق الخدمات اللي نبقى نوصل لها بنوصل لها الشوارع بشكل مختلف يعني خلها ما تكون سيدة مية في المية ترى اروا ما استعمل التولة سوي مية في المية بس ما بقى الحين بناخذ شارع شجري وسط بالطريقة هذي ما بقى هيتوصل للجهة شو الثانية بمكن لهالي الحد يكفي وبعدين بنشوف كم نحتاجة نمد على اساس نقدر انوصل للشوارع او نسوي الخدمات نزيل هاي المنطقة على شو بتحتوي كالتالي اول شي بنحطي خلنا نحط البيوت قول كل شي شو رايكم بحطي البيوت لان البيوت اه فرع اساسي من المنطقة وبمدل البيوت على امتداد الشاكل الشاكلة هذي او الشكل هذا المصطلح اللي تستعملونا اكثر عندكم بنستعمله يعني عادين زين وهذا بندخله وين هني عساسي يكون عندنا مخرج مختلف تماما وهذا كذلك بنحطي له مخرج من من الاعلى بالطريقة هاي وهني بنسكر المنطقة كاملة منطقة تحسونها شوي صغيرة ولكن بنكون فيها عماير وبتعبت شوي من امداد بدون يعني هذا خلنا سوي ماي انا متأكد الماي مش موجود هني ماي 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 هني بتكون في عمارة هني عماير 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 بالشكل هذا والمنطقة كاملة زحمة عماير بهذه الطريقة الحين هاي الخدمات راح اتمد هذه العماير باللي تحتاجها يعني الحين نبا ممكن اول شي نرسم نحط اللي نبا بعدين نرسم الباقي نبا مدرسة تعليمية بالطريقة هي شوفوا تاخد علمية ثانوية ممكن نحطيها للداخل ولداخل هذا الشارع واخلي هذا الشارع شي سوي يلف من اهني الين الهني ومن اهني والله مش غلط اذا اسوي لهم توصيلة بالطريقة هاي مش غلط بس لانه مش سيدة يبانا اجراءات مختلفة وانا ما با اسوي سيدة الا هذا يمكن الباقي ما بسويهم سيدة حتى هو مش سيدة امي بالميتر ها مع واي ابياخد طابع المكان هذا منزل هاي المدرسة اوكي في ظهر هاي المدرسة راح نحطي بالامام لان هاي هاي elementary school high capacity هاي عدد كبير ادام هاي المدرسة نجهز الناس لمنوا للمراحل القادمة من الدراسة ادام هاي المدرسة بنفتح فرع احني حق الثانوية ها المنطقة اللي قلنا ما قاعد نسوي فيها شي صح للحين ما قررنا اخر مرة بالطريقة هاي الثانوية راح تكون شوي كبيرة بالنسبة الى اه المكان ولا المنطقة اللي هي فيها بنسوي الثانوية بالطريقة هاي ونبقى نحطي الشارع عند الثانوية زين ونحطي شوارع عند الثانوية ونسكر الشارع من ورا ان امكن ومستوى بنمده شوي بنسكر الشارع من اهني قدر الامكان خلا نسحب بس هاذا حبه بالطريقة هاي ما احس احتاجه وصلا اصلا نشل نحط ويه المدرسة وين اهني اوكي الحين هاي المدرسة لازم يصل لها كل واحد في الفريج هذا صح وبيكون في مجموعة بيوت وراهم على فكرة خلف المباني التجارية هاي زين فبالتالي شو بنسوي بنبدأ نستعمل اه ثيم موحد البنفس الجيدة خطوط المشاه اهني وطبعا كلها لزيادة عدد سكان مرة واحدة بنبدأ نحط مناطق سكانية يعني عالية التركيز هاي زين اه فبتشوفون اشياء تقعد تتغير شوي 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 هاي زين ومواقف المدرسين جدام المدرسة لاحد يحتشر عليها من زين ومواقف المدرسين لزقها ولنحطيه قدر المكان متساوية مع المدرسة وعنا الثيم اللي عايبني انا حاليا اللي هو الاشجار الطويلة مش البنفس الجيدة هاي كنت استعملها في سلاسل سابقة اهني على اساس يبين شكل المكان مرتب والمدرسة ترى داخلية في المدرسة ما بيكون فيها اسرا وايد شبابيك خارجي وايد اشياء من هذا الخبيل بالطريقة هاي جنب المدرسة على اساس المدرسة تكون جيدة جدا مزين نسوي اه مش مستشفى انا ابو احطي حديقة مزين حديقة مثلا اه مش عياد ميلاد لا اللي هي كرة السلة كرة السلة كرة السلة ما بتنحط بالطريقة هاي كرة السلة ممكن ناخذ تفرع من هذا الشارع تابو نصف بكسر هذا كبرايا لا اذا اخذ تفرع مني ما بيضبط معي نفس ما انا ابوه فخلوني احطيه بالطريقة هاي بدون توصيل للصوب الثاني ونحطي ملعب كرة سلة بالجانب هذا مزين ونحطي عنده مجموعة شير طبعا نبو باركن واحد صغير هني حق اللي يالعبون كرة ولا نحطي هني جنب ملعب الكرة ونحطي جدان ملعب الكرة بعد مناطق شجرية حلوة مش لازم يكون فيها شي بس لازم تكون منطقة شجرية جميلة يعني على اساس الناس اللي تي ولا تحاول تمشي للمكان هذا ولا يكون عندهم نشاطات يسوونها خلال اليوم اذا لمو عندك نشاطات انت راح تكون طفران ممكن المدرسة تستعمل الشسم هذا خلا نوصل هذا هني ونوصل هذا بالطريقة هاي عسى بالناس تقدر تستعمله سواء لملعب كرة سلة او سواء موضوع الثاني طبعا بهالطريقة بعد لازم نوصل بعض الاماكن الرئيسية مو بالتول اللي ما يوصل بالطريقة هاي على اساس الناس تقدر تمشي من الفريج مغير ما تاخذ رفع عودة ديركت لمنوه للمدرسة هذا ما راح يتنفاضي بس ما راح ينحط فيه حاليا اشياء اللي راح ينحط فيه حاليا شو هناخل في المينيو هذا شير الزاوية بالطريقة هاي وخلى شوي منطقة خضراء يعني مش لازم يكون كل رصة مدينة عساس شوي نعطيها من الناس متنفس ولا مكان يقدرون يمشون فيه طبعا بنعبي يمكن فيه اشياء ثانية ممكن نسويزون شي بنحطي فيه على اغلب ما بخليه وايد فاضي بس احس وحدة من عيوب المدن اللي انا قاعد اسويها اني قاعد اعبيهم بالمربع بدون ما افكر ان فيه اماكن خضراء تم ولتوسعات مستخبلية واشياء من هاي نزيل الحين الشي الثاني اللي لازم نسويه نبدأ نوصل المدن هاي بشو بمواصلات لان نحن ما قاعد سيبمواصلات وبدون مواصلات الوضع الصعب فيه الكبتر اهني ايه نزيل الطريقة هاي الطريقة هاي نكون خلصنا الحوطة هاي كلها يمكنكم فيها مساحة خضرة جميلة الناس مش مجرد كومبلكس عايشين فيه نزيل الحين هذه المدرسة في لها باركنات هذا لها باركنات لها اشياء ولها اماكن حلوة وما عندنا مشكلة بياها الحين هاي المدرسة كذلك المدرسة ابتدائية شوية رسمية اكثر ما يطلعون لها البرع وايد فبالتالي احتياجهم للمساحات الفعلية اقل وايد خلا نحطينا باركن من هذا لتجاه باركن هني بالعكس بس نشل الموب التول ونعدل شوي سيدة على اساس يبين انه موقف ونسكر على المكان هذا ما عني ممكن احطي شوي الدكاكين بس ما بي احطي شو دكاكين من زين بالطريقة هاي صار عندنا مدرسة جنب المدرسة هاي راح يكون في مركز شرطة ضخم جدا هالمنطقة راح تكون فعلا معنا المركز الشرطة اللي هني مغطي المنطقة كامل فما بضيف شكل مركز اللي هناك خلنا نشوف اول شي شو اللي متغطي المستشفى مش متغطي الشرطة والمطافي متغطين بشكل جميل في المكان هذا فما احس اني احتاج ممكن اغطي قطاع المستشفيات بمستشفى شوي مستشفى هاي كباساتي هوسبيتال نفسه نفسه غيره ممكن انحطي في زاوية من هني انوصله في الشارع ونسوي جدامه حديقة والاهتمام بالشيبان وغيره وهني نبني ممكن مباني تجارية شوي بعدين نحطي لنا حديقة عندهم ونكمل ورا الكامبس هني كامل بيكون اماكن سكنية شوي مكثفة في بيكون عندنا مركز خدمات شوي طيب يعني نزيل نرجع للشارع عمالنا الجميل نزيل وخلنا ناخد اوشي شارع من هذا وشارع من هذا بما انهم مش سيدة مع بعض بيب الشارع هذا بالطريقة هاي عساس يكون شوي منطقي اكثر وجوده وبنحطي شارع صغير يوصل بالشارع هذا نزيل هذا الاتجاه ما راح اطلع من هذا التقاطع راح يطلع من هذا التقاطع هني بالطريقة هذي وراح يتوصل هني فأي واحد يبا يوصل لازم يوصل هني بعيد عن التقاطعات الى الداخل بحاول ان الا اذا حطيت دوار الدوار راح يكون منطقي هني بس ما بقى حطي دوار حاليا بنحطي مستشفى الضخم المستشفى هذا راح يسوي خدمة مجموعة الناس بس ابقى اطلع لشارع داخلي نفس المدرسة بس خلنا ناخذ قياسه المستشفى راح يكون موصل بالتجاهين بشارع شو داخلي بالطريقة لا ابا اوسع شوي ابا وسع براح الطريقة هاي وبنسوي له هني زاوية كيرف وبنحطي المستشفى هني وبنحطي مجموعة مواقف ما اقدر احطي مواقف للأسف من الشارع شوي صغير بس ممكن اجرب نحطيها هني جدام المستشفى هد فراغ واحد حق ممر المشاء هذا لون نفسه ونحطي لنا ممر المشاء اللي هني بالطريقة هذي هذا الممشى هذا البركنات حق الزيارات الرسمية نتوقع زحمة لانه مستشفى كبير جدا ومستشفى الكبير قد يحتاج الى زحمة ونحطي عنده شوي شير بالطريقة هذي الحين الفاسيليتيز اللي عنده راح تتغير مستشفى مكانه اكبر من الباقي مش عالفاضي يعني بتفهمون قصدي الحين عقوشي بنبدأ نشتغل بتعرفون قصدي نزيل المستشفى هني بيغطي لنا مساحة ضخمة جدا شوفوا جدا 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 ضخمة شوفون الفلوس كيف مع صناعات محلاها نزيل عند المستشفى هذا نحنا بنحتاج مجموعة خدمات الالدر كير بيكون كبير الله يافت على فكرة بالحظة مش محسوب صراحة لمحسبته وعندنا الـ Child Health Care ممكن انحطيه اذا نسويه بطريقة صحيحة هل ممكن احطيه بالطريقة اي لا بس ممكن احطيه هني صح قدر الشارع خارجي بس لا عندي مكان هني هذا بيغطيه لمساحة طيبة ضخمة بالطريقة هذي شوفونا بالطريقة هاي الحين هذا المكان راح يكون فيه بالنسبة لهم كشكل حاجز عماير ضخم يحاوط المنطقة على هذا الشارع اوكي بس هني ما راح يكون فيه الا حدائق بالنسبة للمستشفى مش حدائق اللي هي الخدمات على المستشفى مزين مثلا عندي انا community pool شوي كبير 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 وايد والله الاشياء كبيرة سونا ممكن يكون اوبشن جميل سونا هني وعندي اوبشن جميل ممكن نحطي لنا بس على الشكل نحطي لنا سونا ثاني اخر شيء هني ونسوي لهم لا تنسون هاي اماكن خدمية اماكن خدمية يا جماعة الخير اماكن خدمية نسوي بالطريقة هذي هذا ال parking وضع صعب ندق علي click نسق علي هذا hi to object ما طايع اعتدل ندق click على هذا وهذا hi to object نسوي هذا ما يستوي زين هذا وهذا hi to object اللي هو هذا بس ال parking ما طايع اعتدل ولا نوعا ما اعتدل مش بالضبط بس افضل من قبل ما ما عدلنا الارض سيدة هاي خلف منه بساطة خلف المستشفى يعني من وراء المستشفى هني لانه مكان ضخم نسير عند المواصلات والمترو بنحصل مترو اللي هو هذا عبارة عن كنبيت مترو بالطريقة هذي الحين هني بحتاج خط مشهاد آخرية الحين الحين في السلسلة بدينا نشتغل للي يديد على اللعبة الحين داش عندي ترى الحين بدينا فعليا نشتغل على بعض الجماليات وبعض التصاميم في البداية نحن عنا مشكلة مدخول ومشكلة المدخول تنحل بطرق العملية طرق العملية تخلص عنا وخلاص يستوي المدخول طيب نبدأ نحطي التصاميم اللي نحسها حلوة واللي نحسها بترفع مستوى المدينة شوفوا الحين صار عنا منطقة المستشفى بالطريقة هاي ممكن هاي نحددها كمنطقة مستشفى بالطريقة هاي والحظانة وغيرها كلها موجودة عندهم والطريقة هذي نزيل الحين هني طبعا بمؤنة مستشفى انا احس اني احتاجه جمعة دكاكين صغيرة نفس هني وهني دكاكين صغيرة ما بعد دكاكين اكبر تخدم المنطقة هاي بس هاي عماير الاي تي عماير الاي تي ممكن لانها جم مستشفى كبير تغفر لنا المواضيع يعني شوفوا هني مفروض نظريا لحظة هذي عند الاي تي لين تحت صح هني بحطي صراحة بيوت في الفراغ اللي هني بس عساس يكون عندي كم عمارة في المنطقة هاي خلنا نقول غنية حاليا بالنسبة لباقي المناطق فيها تعليم بيكون عالي قريب فشو بنسوي بنحط فيها عماير سكنية على اساس في ناس مزدهرة بزيادة جنب الخدمات هاي والمنطقة هاي بتكون زحمة ممكن انعبي هاي المنطقة بعد منطقة سكنية اخرى جنبها هاي المنطقة السكنية يمكننا الحين اتوقع اجمل منطقة تشوفونها معانها عند مدينة صناعية تقريبا انزيل هذا المكان جامعة هذا المكان حديقة هاي طبعا هذا بروحة حلقة راح يكون انا متأكد لان المكان ضخم وهذا بروحة حاليا حلقة نزيل فالاماكن الخدمية في العادة نحنا في اشياء الحين ما حطيناها مثلا نبو منعب او بردي بلازا حق الناس اللي ساكن هنا شفت الفراغات هاي اللي راح تتعبها كنت اقول عنها الان بنبدأ نشوف شي يسوي لنا ماتش حق المكان اللي عندنا مثلا هذا صحيح بيشلي عمارة ولكن راح يعطيني مكان جميل في نص منه في نص الدلع هذا من هذا المكان لازم نبدأ نمشي الناس ترى الناس في سيتي سكايلين ترى تحب تمشي للمعلومة يعني اللي يديد يمكن على سلسلة ولا شيء يمكن ما يعرفها الشيء بس الناس في سيتي سكايلين بشكل عام يحبون انهم يمشون ما عندهم مشكلة مع المشي يعني لو تحطي لهم خدمات عند شيء والناس بتمشي خلا نحطي هذا ما عندي مشكلة أنا هالعمارتين يهتموها على فكرة يعني بالطريقة هذي ونبقى الناس تمشي من النقطة هذي إلى النقطة هذي باريحية بالطريقة والطريقة هاي بس شو المشكلة لازم نسوي لها ابجوكت اللي هو هذا لا ابجوكت اللي هو هذا بعد لا مشكلة صبر هاي ابجوكت بس عالحين عدل والله مش عدل امنية في الامية ولكن وبعد شوي قدر الامكان يكون موصول الناس تقدر تمشي نزيل مشكلة في اللابتوب أنا أتعب وحاليا قاعد ألعب في اللابتوب فأنا أعتذر منكم مقدما يعني على على بعض الأشياء اللي يتحكمها الصعب يعني هذا بعد ممشى آخر ونسوي لنا الممشى اللي على غلب راح يكون آخر ممشى بالطريقة هاي هني ما اظنى يباله ممشى هني هاي يباله بس ابا هذا يمر سيدة من هنا شوي يا الله بالطريقة هاي هذا بيمشون لين هني وهذا راح يمشي لين هني فخلاص استوى المكان مشبوك بمجموعة مماشي والناس بتيه هني شوفوا عندكم زوار عندكم خدمات عندكم أشياء جميلة في المنطقة الحين المشكلة الفعلية القاربج نحن محتاجين خدمة قوية للقاربج واللي هو بنحطي خدمة يديدة هنا في الخلف في مكان مخفي ومتسوس عن الناس الثاني يديد هذا نزال بالطريقة هاي والترانسفير فاسيليتي نقدر نحطي لهم واحد عند المصنع في مكان نفس هذا هذا رح يخدم المنطقة كاملة الصناعية منطقة بترولية آه لا بلدنك هذا النوايدش اسمه فيه يا جماعة فبحطيه هنا في منطقة داخلية وبيكون عادي يعني بعيد عن العالم والطريقة هاي لانا فيه تلوثها بيكسرنا البيوت الهني هذا مفروض انه يخدم شوفوا الفرق بين هذي وهذا مجرد تصميم يعني شوية الحناءات في الشارع قدر الامكان تعطي جمالية جميلة والاشياء اللي يكون فيها خدمات تكون مختلفة تماما ترى عساس انه نوصل التارغيت مالنا الثمانين الف اه عفوا خمسة وستين الف مش تارغيت سهل الحين الباقي في الاماكن هاي اللي ما وصلناها فعليا اللي هو المترو شوفوا في مترو عندي هني شوفونا لان المستشفى هذا قوي يعني كمترو خلنا ناخذ لين المترو نزين وننزل تحت الارض واحد اثنين ثلاثة اربعة بتشوفون كثر اللينات نزين بني بمترو هني ما في مترو على فكرة فخلنا نحطي مبنى مترو لمش العود هذا بايباس سوي لا ما بسوي بايباس هذا بسوي مترو صغير اظن كنت حاط المبنى وهدمت على اساس بحطي شيء ثاني لكن غيرت رأيه نزين الحين المترو لازم يسير وين بالطريقة هذي هني ولازم يروح المنطقة هذي على فكرة المطار المطار نفسه انا اتذكر انه ما وصلنا المترو بالطريقة هذي هذا اعلان في غير وقته نزين وعندنا المترو هذا نفسه راح يتوصل بالخط الرئيسي لمنه للمترو اللي يروح وين لين المطار لانه بنينا مطار يديد لو تذكرون فالمترو شو صار فيه شوي تغير علينا عمزين الحين هذي المدنة الثانية بس ما بوصل المترو اللي هني فيهني لان صراحة بنوصل المدينة يديدة وبعدين بنسوي لين كبير هذا لين رقم واحد للمترو وبشوف مترو المطار اللي مش موصل حاليا شوفون المطار ترى فيه مترو هذا فيه مترو وين مفرض مش واحد ف هل نمسك لين المترو وننزل نهدم اللين هذا تحت الارض كان كان المطار ده هل شوفون مترو وين المطار هذا ما في مترو أنا مركب الآن المطار الصغير يا الله أنا نسوي المطار الصغير نسوي مترو الكبير هذا ولا أيوة نزيل ونوصل فيه باقي الخطوط خلنا هدم هذا الحين مركز المدينة اللي جيد اللي سوينا ترى مركز ضخم يعني يستاهل بعد خط دايريكت 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 من هذا الاتجاه معنا أحست كتقاطع فكرة شوي سيئة وهذا اللين ممكن نستعمله عقب تعرفون كم قاعدين نصرف على الخطوط ترى وايد المتر يستهلك هذا معنا نقدر نحط خط من هذا المكان إلى المطار دايريكت ونرجع هني فهذا في يعني أعماق المدينة فعليا في أعماق المدينة عرفتو نزيل ونخط خط من هذا اللين الثاني من هنا إلى المركز الرئيسي موال المدينة ونرجع نوقف ستوب واحد فالصناعية ونوقف مرة ثانية عندنا هنا معنا هذا المدينة موصولة بكل المدن عن طريق المترو يساعد نا في تخفيف الزحمة المفروض لنستوى لدينا زحمة عالية جدا الحين في خط من هني للمدينة لازم يتوصل اللي هو يوم كسر المترو قديم تكسر بالطريقة هاي الحين هذا يبا يكون هني خطين منزيل هذا الاستوبات بعدين أنا بمسح لأن تنسوي من أول وديد لكن الفكرة متر المطار هذا مفروض يخدم في زيادة عدد الناس اللي يأي المطار والهسولة فالربح عالي ترى من المطار الربح ينزل ويطلع في ستي سكايلاني بشكل كبير جدا من حيث التصاميم الحين هذا على أغلب المدينة راح أسوي لها تصميم فريد من نوع هني مدينة عودة بتكون شوي موصولة في هاي وهني بخلي مجال حق خدمات أو تغيير شكل على الأقل وهني بنسوي جامعة إن شاء الله في الفيديو القادم أو الحديقة وبعدين بنكمل مهم مشكورين على متابعة الفيديو كان معكم خليل من خليل جيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته